يجب على الناس أن يكفوا عن هذا لأن المذبوح في بلاد غير المسلمين ذبحه ليس ذبحا شرعيا هو من قبيل الموقوذة من قبيل المصعوقة من قبيل المخنوقة التي حرم الله يعني حرمت عيكم ميتة والدم ورحم الخنزين وما أهل غير به وحرم الله عز وجل النطيحة وما أكل السبع وكذا هذه كلها والموقوذة والمتردية هذا الذي يدبح في الآن في غير بلاد المسلمين هو من هذا القبيل من المتردية ولا المنطوحة ولا المذقوقة بمسمار في رأسها حتى تموت ولا المخدرة لأن طريقة الذبح في غير البلاد المسلمين تحرم قوانينهم تحرم ما يستطيعش واحد إذا كان ما فيش مجزرة واحدة ترخيص تذبح بنفسها للمسلمين وهذه تذبح كان هي موجودة وربما تكون موجودة في بعض المدن الكبيرة في باريس ولا في لندا ولا في كذا هي تذبح خاص بالعداد المسلمين موجودة في تلك البلاد إذا كانت هي موجودة ومتحقق منها مش واخدين بلفظة عموم وطعام ولن يأتي الكتاب حي لكم وليس طعام الكتاب هذا أبدا هذه كما قلت هي موقودة ونطيحة ومخنوقة قوانينهم قوانين هذه البلاد هذا أمر مؤكد محقق لا شك فيه لا تسمح بالذبح إلا بعد اتخاذ يعني الإجراءات الآتية إما الصعق بالكهرباء ويسقط الحيوان إما يعني خنقه زيما يعمل في بعض المجازل ببريطانيا يطعن بين أضلاعه كذا وينفخ بمنفاخ في أتيه حتى تمتل رؤيته ويتسمم ويموت مخنوقا وإما بضربه بمسدس كهرباعي تخذ منه إبرة تدخل إلى الدماغ وإما بضرب خزوق كبير في رأس البقر والعجل وكذا فيسقط وبعد أن يسقط يجرون عليه الموسمة لكن بعد أن يسقط بهذا العمل هل أدركه الموسوى هو حي أو قد مات هذا الذي لا نعرفه وإذاك مجمع الفقه الإسلامي لما ذكر هذه المسألة قال الآن الموجود هو لابد في البداية الأوروبية وبلاد غير المسلمة ليغلب أهلها من أهل الكتاب هم لا يذبحون إلا بهذه الأشياء إما بالتسمم بغاز كسيد الكربون وإلا بالصعق الكهربائي وإلا بالإبرة في الدماغ فينبغي للمسلمين وضعت لهم شروطا جاءتهم مدام قوانيهم لابد من ذلك فينبغي أن يكون الفولتج إذا كان هو بالصعق ما يتراوح بين 100 إلى 400 وإنبغي أن تكون قوة الإمبير لهذه الحيوانات الصغيرة زي الخراف وكذا قوة الإمبير ما بين فاصلة 5 سبيل إلى 1 إمبير لأكثر من ذلك إذا كان الإمبير أكثر من ذلك وأيضا الضغط بهذه الصعقة لا يتجاوز يتراوح بين 3 ثواني و 6 ثواني إذا لم تدوفر هذه الشروط حسب خبرة الناس الخبراء الذين يعلمون تأثير هذا الصعق بالكهرباء يقول إذا تجاوز هذا الحد فالحيوان يموت قبل أن يدركه الموس فإذا هذا غير مطبق وغير موجود والأمور عشوائية كل واحد يذبح بطريقته معناها هذه الذبحة غير محققة غير محققة في الحلية مشكوك في حليتها أقل ما في أن نقول يا مشكوك في حليتها والذبح إذا كانت مشكوك في حليتها كانت مشكوكا في حليتها لا تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائد إذا ضرب بسهمه وسقط الصيد في الماء قال له لا تأكله هكذا قال له لا تأكله لماذا؟ قال له لأنك لا تدري الماء قتله أو سهمك وكذلك قال للشخص الذي قال وجدت مع كلبي كلبا آخر في الصيد الله تبارك تعالى حلنا صيد الكلاب كما قال تعالى يسألونك ماذا يحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الجوارح هي السباع تشمل الكلاب وغيرها من السباع مكلبين يعني معلمين للكلاب المكلب يعني معلم للكلاب الكلب الذي يصحه ويوكل صيده الكلب المعلم معلم الكلاب هذا هو لذكر الله مكلبين وذكرت الكلاب دون غيرها لأن يصح الصيد بكل السباع الأخرى لكن الكلب هو أقرب شيء للتأنص الذي يعيش مع الإنسان وأكثر الناس يستعملونه وإذا كان الكلب معلما يأتمر إذا تمر وينتهي إذا نهد قيل له انطنق ينطنق وذلك لو يرجع يرجع وكذا إذا أشلاه معلمه ينشع وإذا كفه ينكف هذا يجوز أكله بنص القرآن قلوا حين لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمون البهايم نعم الله أنكم عندكم قدرة على تعليم البهايم فالنبي صلى الله عليه وسلم سويل الرجل قال أجد مع كلبي المعلم أجد معه كلبا آخر فهل آكل؟ قال له لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي عليك بالآخر الله تعالى قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أمر بذكر اسم الله قالوا أنت سميت على كلبك ولم تسمي على آخر فلا تأكل إذن هذه الفريسة التي كانت حلال لما دخلها الشك لأنها سقطت في الماء وليد هل قتلت بالماء أو بالصيد وإلا قتلت بالكلب الذي سمى والكلب الذي لم يسمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها فالحلاء الذبيحة المشكوك فيها لا يحلوا أكلها وإذاك يقول ولا ما القواعد مثل القرافي ولا نوع الشريس وغيرهم يقولون إذا كان اختلطت شاة مذبوحة بميتة ولم يعلم أيها المذبوحة ولا يعني الميتة لا يجب أكل الجميع لا يحل ترجمة نانسي قنقر